بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين حبايبي أهلاً وسهلاً بكم الفيديو اللي أنا هعمله دوت علشان أنبهك لحاجات وانت بتشتري القماش زي المشكلة يعني الحمد اللي علجناها ما كانتش مشكلة ولا حاجة دي قطعة قماش اتنين متر والمفروض بنطلع منها جاكت بقصة من على الكتف زي قصة البرينسس بالشكل ده للاخر زي ما انتم شايفين والياق وكم وده مقاس كبير قادي القم هو كمان يتعمل وطبعاً كل ده أنا شرحا عندي على القناة زي بتعملي القم بيطلع معاك مظبوط بالشكل ده وحاجة كمان قادي الرفير بتاعه اهو وأنا شرحا ازاي بتعمليه انت بتحط الوش على الوش بس احنا قلبين ومسرجين انا بحب دايماً اسرب سراجة عشان ازبط الرفير معايا وده هيتركب له بتانا قادي وحطنا له الفازلينة هون وطبعاً جينا نخيط انت بتقفلي الرفير خمسة سنتي وبتروحي عاملة شق بالطريقة دي عشان تطلعي ده اللي هيتخيط عليه يدخل في داخل اللياق معاك وده احنا شرحينه وقادي التكسيم بتاع الظهر ده برضو بيريح الظهر كأنك يعني مشترية جاكت جاهز بالزبط لان ده معمول بالبطرون ومشيين بتقسيمات البنس بتاعته وكله طيب المشكله فين بقى قطعة القمسجي اتنين متر اللي اتنين متر دول لو انت هتعملي الجاكت من غير اي تفاصيل زي ما احنا عاملين كده عاملين اهي قادي التفاصيل بتاعته عاملين القصة من عندي نص الكتف لان ده مقاس كبير القصة اللي بتبقى من فوق الجيرو دي بتدي عرض يعني لو حضرتك جسمك ممتلئ وجيتي تعملي القصة من فوق الجيرو دي هتزود معاكي هيدي احساس اني انت عريضة لكن اللي من نص الكتف بالطريقة دي دي بتسحب معاكي الجسم بتاعك ما يبينش حجمك اذا كنت ممتلئة سدرك ممتلئ لا دا ما بيبينش الحجم بتاعك انا حبيت بس الفيديو دا اديكو شوية النصايح عشان تعرفي ايه اللي بيحصل وقادي تقسمة البنسة هي اها بصي ادي ماشي بالضبط مع القماش طيب المشكلة بتاعتنا ان دا مترين ولازم يتعمل فيه التفاصيل دي انت حبيبتي لما تروحي تجيبي قماش ملكيش دعوه البيع يقولك خدي ادي ايه المفروض انت بتروحي تشتري القماش تكوني مزبطة المقاسات بتاعتك العرض بتاعك ادي ايه محيط اكبر ادي ايه لان هو دا اللي انت بتشتغلي عليه اه غير دا وده التفاصيل اللي انت هتعمليها في الموديل يعني دوت اتعملوا ريفير وسجاف ادي الريفير وسجاف اهو يعني احنا واخدين من فوق اتنين سنتي وسايبين اه بتاع تلاتة سنتي للتنظيف ونظفنا وعملنا الاوفر وكل حاجة ادي السجاف ادي كوم جيه معانا الياقه طب الياقه هنعملها ازاي وهي عايزة ياقه والريفير والتكسيمات وجيبي الشق وكله وعلى فكرة القماش طلعنا منه اصائيس اللي هي الضائمة بتاعت الحردة بتاعت الرقبة الجزء اللي بيبقى من عند تقسيمة القم واخد بالك فطبعا انت حضرتك لما تعمل البطرون احنا عملنا البطرون اهو ادي البطرون بتاعنا بالطريقة دي ودي حبيبي انا شرحه على القناة البطرون البروفيلي الاساسي جميل جدا جدا وبيمشي مع تقسيمات جسمك ادي اهو واخد بالك عملنا بالشكل ده ادي البطرون اهو يا رب بس يكونك واضح معاكم ادي البطرون اهو وعملنا برضو رسمت الاطوال بتاعته وخدتها يعني انت بتغدي الطول اللي انت عايزة وبتغدي التقسيمات بتاعتك وكله بتروحي حتى على القماش وقصة ده بيحل معاك مشكلة ان القماش معاك قليل ادي خلق ادي الامامه هو واضي الخلف بالتقسيمات بتاعته برضو ادي التقسيمات بتاعت ادي الخلف هو بيطلع معاك وبتحتفز بيه على فكرة وممكن تعدلي فيه زي ما انت عايزة وهواريكي زي انا هعدل البنسة دي علشان انا هستخدمها في البطانة وان شاء الله الفيديو الجاي هوريكي ازاي بتركبي البطانة وبتعمليها واضي القم كمان اذا احنا خلصنا ادي كله وفردنا القماش بتاعنا وحطينا البطرون بتاعنا على القماش قبلتنا بقى مشكلة اللي هي الياقة طبعا انت لما بتيجي تعملي الياقة بتيجي تقيسي من بعد ما قفلت الريفيرا هوا تمسكي المازورة بتاعتك زي ما ورت لكم قبل كده وبتمشي على الدورانات بتاعتك ممكن الغايد النص يعني بتاقدي من هنا للنص زيادة تاكيد ممكن تاقديها اللفة كلها من الريفير للريفير بالشكل ده خلاص طيب قبلت ده بقى مشكلة مفيش قماش للكم الياقة يكفي طبعا بنعمل ايه ادي البطرون بتاع الياقة عملنا البطرون وعملنا التشريح بتاعه النص سنتي عشان يريح الياقة من ورا وروحنا جبنا عشان انت بقى لو قبلتك المشكلة دي ملكيش جعوب بياء قالك خد اثنين متر الجاكت لا انت عارفه التفاصيل بتاع انت بتركيب له سيجاف بتعمل له الجب بتعمل اللياقة لو عايزة تعملي قلب للكم كل الحاجات دي البايع مايعرفاش هو حسب ممكن واحدة عايزة تعمل جاكت عادي مفوش اي حاجة من الحاجات دي اثنين يكفوا معها ويكون حجمها قليل يعني ما تجيش مقاس كبير وتقولي لي اثنين لا المقاس الكبير وعلى فكرة ده طويل الجاكت اللي احنا عاملينه ده طويل مقارب لتسعين سنتين يعني معدل ربه واخدبالك فانتي لا ملكيش جعوب البياء انت تعرف التفاصيل بتاعتك فانتي لو عايزة تعملي جاكت بنفس الطريقة بالريفير والتأسيمات دي تجيبي اثنين متر ونص يبقى مريحين تشتعلي بالراحة معاكي طيب قادي جبنا قطعة قماش البقايا مش مكفية ان انا اعمل الياء ادي الياء اخذنا احنا عملين توصيلات فين بتيجي بقى عشان تصلحي الموضوع تروحي واخدة قطعة طبعا احنا هنا عايزين نعمل توصيلات التوصيلات تعمليها من خلف الياء من الدوران الرقبة الخلفي ليه عشان لو لو حضرتك حطيتي يعني القماش انا كده قصيته لو حطيته من هنا عندنا الياء من الامام هجبان هيبقى شكلها سيء جدا اهل فانت لما تيجي تعملي توصيل للياء ادي تاخدي لو القماش معاك مكفي يدوبك بتاخدي القطعة اللي هي بتكمل معاك هابوسي يعني انا اخدته كده ده حبيبي دي خبرة ودرس مهم ليكي عشان لو قابلك حاجة زي كده بسي بقى يبقى انا ناقص عندي الجزء ده من اللياء اخدت قطعة اهي ورحت عملاها كده اهي ناخد من هنا عشان هو ده الاصبط تخلي بالك من الدورانات بتاعت اللياء اهي بسي يبقى انا كده اخدت الجزء اللي هو دوت يبقى انا اخدت هنا وكملت وصلت بي جيت الجزء التاني التحتاني ادي اللياء طبعا احنا بنشغل هون بالطريقة دي اهي والتاني عشان احنا عملين فازلين فتحس انه ايه هيبقى مججود معاك شوية هيبقى بالطريقة دي والجزء التاني اهو موصلين برضو قطعة فالياء من ورا مش هتبان لكن لو جيت حطتي على نص القماش وقلت اكمل من عند الجزء الامام بتاع اللياء لا ده هيبان معاك طيب عملناها ركبنا الفازلين بتاعنا مية مية اهو ادي اللياء اهي طيب احنا عايزين نعمل بقى الجزء التاني من اللياء ده الجزء الوش احنا عايزين نلتحت جبنا من البطانة قطعة وعملنا كده هتحطهم على بعض يبقى الجزء بتاع البطانة هيبقى بالشكل ده ادي يبقى الجزء بتاع البطانة ده اللي هيبقى تحت ولما تيجي تقلبي هتبقى اللياء دي من فوق ودوت من تحت يبقى انت كده حلتي مشكلة ان القماش معاك نقص ومش مكفي غير داود عملت اللياء وتصرفت ازاي ان انت كملتها وعملت الجزء الداخلي بتاعها في منتهى السهولة منتهى البساطة مفهاش اي مشكلة هنيجي بقى للجبل للشقة وده ان شاء الله لما عمله هعمل لكم الفيديو وانحنا بنركبه وبنقصه ادي بصي حتى الفازلين الاسائيس اللي بتطلع يعني ده درس مهم ليكي ان انت كل اسقوصة وكل قطعة قماش انت تستغليها فيش حاجة تترمي انا مثلا روحت الاسائيس بتاعتي الفازلين بصي انا عملت ايه اخدت الاسائيس كملت مع بدال ما ابوز جزء تاني لا تبقى اقتصادية في ظل الظروف اللي احنا فيها دي تقدر ازاي ترشدي الخامات اللي معاكي بالطريقة دي هو مش هتبال وسهلة جدا وهتيجي بقى نعمل ان شاء الله منها اتجيب الشق بس انا حبيت اوريكي القماشي الاولاي اللي معاكي ممكن تصرفي فيه ازاي لو مكفاش الياق معاكي لا هتعمله بياقه ونتصرف زي ما انتم شفتها وهي ممكن نروح عاملينها برضو قدامكم كده هنقص بقى كده قصنا وخلاص هتيجي بقى لما تيجي بقى تمكني تسيبي واحد سنتي من فوق كده او واحد ونص احنا عاملين حسابنا لان ده اللي هيدخل مع اللياقه من جهود رحي عامل كده احنا برضو عاملين حسابنا بسم الله الرحمن الرحيم ونروح نشغل بقى نشيل الجاكت ده كده بس انا هوريكم الجزئيه دي انا شرحه تركيب اللياقه وازاي بتشطى بيها هحطولكم الفيديو في الايهالينش عايز الشغل بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم هاتيجي بصي انت بتسيبي بونت كده او جون ترمص هنيجي بقى هنا تكوني حريصة عشان هناخد الجزء ده كده بتروحي بصي بترفعي الدواس وبتروحي لف معاكي القماش بالشكل ده بصي وتغدي لان هنا في دورانها ها تقومي تغدي تحطي القماش بالدوران وتقومي بسم الله بتصبتي ايدك بالراحة كده تمسكي القماش كده لحبيب المبتدئين بتروحي بصي انا مسكة ازاي حبيب اللي بيقول القماش بيزحلق مننا وبالراحة خالص تشتغلي على اساس ان انت تزبطي القماش معاكي هذا يا حبيب درس عملي وازاي بنعالج القماش معانا لما بيبقى قليل تروحي مزبطة كده صباحي لحبيب المبتدئين هذه مشكلة بتقابل الكل بموضوع ان القماش بيبقى لين و اجيب قد اي اي ازباطي واستقالي واستفساري قبل تشتر القماش سوف تروحي رفع الدواس و تروحي مسكا و ماشي كده و نروح و الراحة كده لا تجيبهش للاخر لان دوت اللي هيتمكن هيتدخل في الجزء ده لان دوت اوسي الجزء دوت بقى هيدخل هنا هون ده يدخل جوا و تروحي تانية و ده انا شرحي حبلبي هحطهلكم على الاي عشان تبقي عارفة خلس و نعمل فرماتورة كده عشان خاطر بس ايه خلي مالك المكن الحديث ده ان ما كنتيش ماشي مصاري الخير و اتخيتي مظبوط هو حساس جدا ادي كده و يبقى خلسنا الياه تيجي بقى تزبطي بالطريقة دي هو هنا فلت لا ما فلت اه لا فلتت هنا ليه ايه ايه اه ما تكوني خلس مش مشكلة ايه بصيحة بايبي ادي عملناها ازاي ادي الجزء اللي هو بتاع الخلف انت لما تيجي بقى انت تروحي مصاصة كده تزبطي بقى الاجزاء اللي ملهاش لازمة تعملي كده اه تاخذيها بدوران كده او بوزة عشان البوزة دي ما تتطلعش معاك اه تبقى تقيلة في التانية بتاعت الياه تروحي مزبطة خالص الاول نزبط الزيادات دي اللي ملهاش لازمة مشكلة تروحي مسكل مقصة بتاعك عشان ده دورانات وتروحي مريحة كده الدورانات بتاعتك بالشكل اللي بنعمله ده الفرط اه تاخذي كده بس كده طيبة ناخد ده كده وتروحي قلبه ادي هنقلبها بقى هيبقى بالشكل ده هابسي ونروحي منها كده بس حابدتي تزبطي ايدك تخلي بسي يدخل معاك ازاي يدوبك مفيش ربع بونط من الداحل بالطريقة دي بتروحي بقى بعد كده انا بحب دايما استخدم الابرة والخيط فراجة هو ده الشغل الصح تيجي تحطي دبابيس لا انا مش عايزة مكن ده زي الجاهز بالظبط انت مش بتشوفي الجواكت الجاهزة مفهاش خياطة مش كده بس هوا هناك عندهم بقى الامكانيات بتاعتهم اشد مننا بقى لكن احنا البقى بتغذيها كده وبالمكوى بتروحي بخت مية وبتحطي فضرة اااا اوقعت متتحطيش فضرة لان ده صوف هيعلم معاك وممكن مكوى بتاعتك شديدة شوية في الحرارة يبواز لك الدنيا وارجعوا يا حبيبي انا مشطبة كل دوت فيه بس انا بوريكي عشان هيطلع ازاي بالطريقة دي دبابيز ماش مشكلة ادي حبيبي بنروحها من لها التنبيج كده وضبي الياء ما تتسرعيش عشان الحاجة تطلع معاك مظبوطة من اول مرة ما تضطريش ان انت تفكي سراجات طولية افضل عشان انت لو حطتي دبابيز هتشوكك يعني مش هتطلع معاك مظبوطة لا تروحي عشان خطر الهواء اللي بيبقى الداخل ده سراجات طويلة كده عاملها زي علامة الفي اهي عاملها علامة الفي كده شتاخد منك لمجهود ولا اي حاجة بالعكس هيطلع شغلك سليم ومظبوط مية مية والياء اهي بصي من الخلف تبقى بالشكل ده وتركيب الياء انا شرحة هحطه لكم على الاي انا حبيت بس اوريكم الاخطاء ازاي بتاعت الاقمشة القليلة وازاي ان انت بتعالجيها ازا كان القماش معاك مكفاش لا احنا نتصرف ونزكت الدنيا يعني ودا كان الفيديو بتاعنا وان شاء الله هنشطة بالجاكت كله ونزكت الدنيا وحوريوك بس في فيديو هنعمله بقى عشان تركيب البطانة هي سهلة وبسيطة ما فيهاش اي حاجة ان شاء الله اعملها لكم واحنا بنركبها هوريكي ازاي بتركيب البطانة ويا رب تكونوا استفدتوا والقاكم على خير ان شاء الله سلام عليكم